في ناس كل متعتها في الحياة ان اول ما منشئ المحتوى ينزل فيديو يكون اول ناس حاضرين في الفيديو مش عشان يعمل لايك او يكتب تعليق حلو علشان يكون صاحب اول ديس لايك في الفيديو دي متعته النهاردة اليوتيوب بيقولك انتهت اللعبة المتعة خلصت روح دورك على حاجة تانية اتسلى فيها اليوتيوب النهاردة حينزل تحديث جديد حينزل بصورة تدرجية على بعض القنوات واخفاء عدد عدم الاعجاب على جميع الفيديوهات في اليوتيوب وده بناء على تجربة اطلقها اليوتيوب سابقا وهي اخفاء زر اللايك والديس لايك ولما اخفاها عن الناس قال جدا موضوع الديس لايك وبدأ يحس ان الموضوع فيه قراهية مستهدفة وتنمر من بعض الاشخاص مش عادة هيعرفوا يديقونا الموضوع بقى بالنسبة لهم موضوع عادي تم حد يدخل يتفرج على البصر مباشر لايك عدد كمية كبيرة جدا من الديس لايكات مش هيفاهموا جير منشئ المحتوى انا بس اللي هشوف انت مش هتشوف يا مشاهد مش هتعرف لكن منشئ المحتوى اللي هيعرف فكده كده ما بأثارش فيها لان انا عارف انتو بتعملوا ايه فالموضوع بالتالي حاجة حلوة جدا لمنشئ المحتوى انا بس هقف ليها لليوتيوب الوضع هنا وضع حلو بقولك في وقت سابق من هذا العام اطلقوا تجربة عدد مرات عدم الاعجاب خاص انه يخلوها من الظهر للناس بناء على ما تعلمون الموضوع ده يظل زر عدم الاعجاب موجود ولكن العدد اصبح الان خاص لمنشئ المحتوى في استوديو يوتيوب للمساعدة في منع الهجمات اقرأ الكلام هنا وترجم بقولك نعلم انه لن يوافق او يتوافق على الجميع على هذا القرار ولكننا نعتقد ان الشيء صحيح الذي يجب فعله لجعل يوتيوب اكثر امانا لمنشئ المحتوى للتعبير عن انفسهم انا شايف مع اليوتيوب ان دي خطوة اتأخرت وكان لازم تتعامل من الاول يعيني عليكم الله يكون فعنكم اليوتيوب كل يوم بيعملكوا حاجة تخليكم مش عارفين تكرهوا الناس ازاي بس انا متأكد انك هتلاقي حل علشان تبدأ تقز الناس لان اللي عنده مرض نفسي لازم يطلعوا على بعض البشر بالتوفيق جدا للجميع ويلا استمتعوا باخر ديس لايك على الفيديو لو عاز تعمل ديس لايك استمتع مش هتشوفوا تاني بالتوفيق للجميع